اشتركوا في القناة تفاصيل اكثر عن هوية اليوم السعودي تستعرضها لنا الزميلة مريم حميد تحتفي المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الرابع والتسعين تحت شعار نحلم ونحقق وهو ذات الشعار الذي وقع عليه الاختيار العام الماضي ولكن ما هي دلالات هذا الشعار الذي اتفق عليه الجميع بأنه يعبر عن الهوية السعودية نحلم ونحقق شعار يعكس الطموحات الكبيرة التي تحملها رؤية السعودية 2030 والالتزام الكبير من قبل الحكومة والشعب لتحقيق اهداف هذه الرؤية التي تهدف الى تحويل السعودية الى قوة اقتصادية وثقافية عالمية واختصر الانجازات الكبيرة التي حققتها المملكة وكيف تمكنت من جعل الاحلام حقيقة والسعي نحو تطبيقها على ارض الواقع كما يبرز الشعار الهوي السعودية والعربية ووقع الاختيار على هذا الشعار ليكون رمزا لجميع المشاريع الوطنية الكبرى التي تم انجازها والتي يجري تنفيذها في مختلف المجالات وتم توحيد الهوية الخاصة باليوم السعودي في جميع الجهات الحكومية من خلال اعتماد شعار نحلم ونحقق بهدف تعزيز الانتماء الوطني وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الاشقاء نحلم ونحقق هذا الشعار الذي يترجم الواقع الذي تعيشه المملكة العربية السعودية التي جعلت من احلامها الوطنية واقعا يعيشه ابناء شعبها ويبصره العالم باسره ترجمة نانسي قنقر